الدكتور مصطفى مدبولي أيضا نقش خطط التعامل مع العام الدراسي القادم في ظل أزمة كورونا في اجتماع حضروا الدكتور طارق شوئي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأكد رئيس الوزراء أنه قبل أزمة انتشار فيروس كورونا بدأت الدولة تحتمل بشكل واضح بالتعليم الإلكتروني وأكدت أزمة كورونا على أننا كنا على طريق الصحيح واستمرار الأزمة خلى التوسع في منظومة التعليم عن بعد أيضا أمر هام وأيضا هناك تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الجمهورية بالتوسع في المنظومة